أهلا بكم بعد أيام من الحديث عن عودة السفير السوداني للقاهرة عادت قضية مثلث حلايب لتطفو مجددا على سطح الأحداث بعد تقديم الخرطوم اليوم وعبر بعثتها في الأمم المتحدة شكوى إلى مجلس الأمن الدولي تتهم فيها الحكومة المصرية بتكريس ما سمته حالة الاحتلال المصري لحلايب وما بين حاسية التوقيت بالنسبة للبلدين وبين استبعاد عنصر المصادفة في فتح ملف القضية كلما تم التعتيم عليه يبرز سؤال حول الخيارات المتاحة المطروحة إما تحكيم الدولية أو استفتاء أهل المنطقة لاختيارهم لانضمام لأي بلدين أو جعل المنطقة كمنطقة تكامل اقتصادي بين البلدين لكن التكاهن بالإجابة أو ترجيح بديل عن آخر فهو من الصعوبة بمكان خاصة في ظل وجود هو بين تصورات السودانية ونظيرتها المصرية المتمثلة في اتهامات ودفعات متبادلة من جديد تعود قضية مثلث حلايب المتنازع عليه بين الحكومتين المصرية والسودانية إلى الواجهة بعد أن تقدم السودان مرة أخرى بشكوا إلى مجلس الأمن الدولي يتهم فيها الحكومة المصرية بالمضي قدما فيما وصفه بالخطط الهادفة للاستحواذ على المنطقة الحكومة السودانية قالت في الشكوى التي قدمتها بعثتها الرسمية بالأمم المتحدة إن حلايب أرض سودانية وإن المواطنين السودانيين فيها يتعرضون لانتهاكات كالاعتقال والتهجير القصري على حد ما جاء بالشكوى السودانية يأتي التطور الأخير برغم أجواء التفاؤل في تحسن العلاقات بين البلدين أعقب لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره السوداني عمر البشير نهاية يناير الماضي في أدس أبابا على هامش أعمال القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقي اللقاء الذي أعقبه زيارة قام بها وزير الخارجية السوداني للقاهرة في الثامن من فبراير الجاري يبدو أنه لم يكن قد وضع النقاط فوق الحروف بشأن المثلة الحدودي المتنازع عليه بين البلدين منذ عام الف وتسعمائة وثمانية وخمسين حيث تطلب الخرطوم تحكيم أو التفاوض الأمر الذي ترفضه القاهرة وتستمر السلطات المصرية في إجراءاتها لإحكام قبضتها على المثلث بينما أعلن السودان عدم الاعتراف باتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية الموقعة في عام الفين وستة عشر لما قال إنه مساس بحق الخرطوم في المثلث الحدودي كونها اعترفت بحلايب ضمن الحدود المصرية لمناقشة هذا الموضوع رحب بضيفي في الستوديو الدكتور بدر شفعي أستاذ العلوم السياسية بأكاديمية العلاقات الدولية أهلا بك دكتور أهلا بك وينضم لنا عبر الأخمار الصعيام الخرطوب الكاتف الصحفي السيد عثمان مرغاني أهلا بك سيد عثمان أهلا بك سيد عثمان والحديث عن عودة السفير الآن حديث عن شكوى تقدم من السودان يعني ما الذي نفهم هذا الأمر؟ هل هو أمر عادي وروتيني؟ أم هناك بداية لتوتر العلاقات مرة أخرى؟ أو عودة توترها مرة أخرى؟ لا هو الأمر روتيني وعادي والسودان يقدم هذه الشكوى من سنة 58 وربما حتى في الأونة الأخيرة كانت هناك أكثر من شكوى يعني كانت فيه في يوليو الماضي شكوى بخصوص بعض الممارسات المصرية في حلايب من وجهة نظر سودانية نهيبت ومصر حلايب فبالتالي اعتدت من وجهة نظر السودان على بعض الممتلكات الخاصة بالسودان في حلايب فقدمت شكوى إلى مجلس الأمن أيضا في ديسمبر الماضي فيه شكوى أخرى قدمت إلى مجلس الأمن بخصوص رفض الاتفاقية التيرانو صنفيل لأنها اعتبرت حلايب أرض مصرية وبالتالي الشكوى مستمرة لكن في المقابل المفاوضات مستمرة وهناك تحسن على المستوى الشكلي أو الرسمي لا سيما في القمة الصنعية ثم السلسية التي جمعت السيسي بالبشير في أديسابابا في نهاية يناير الماضي ثم انضم إليهم أديسالين وترتب عليها طبعا الاجتماع الرباعي الذي كان في القاهرة في 8 فبراير ففي الإطار الشكلي في تحسن أو في علاقات دبلوماسية لكن لا تزال القضايا كما هي يعني الاجتماع الرباعية الأخير كان ينقش ثلاث موضوعات أساسية موضوع سد النهضة وما يتعلق به وإمكانية أن السودان يكون لها دور في الوساطة لدى إثيوبيا وموضوع حلايب وشلاتين وأيضا موضوع العلاقات السودانية مع تركيا وما أشيع فيما يتعلق به أن هناك قاعدة عسكرية تركية ستكون في إسواكن فهذه كانت أبرز القضايا لم تكن هناك نتائج ملحوظة على الأرض فبالتالي لو فهمنا أن هذه الشكوى هي شكوى اعتيادية وأن الأمور في مفاوضات فالأمور تمشي في طريق طبيعي أما إذا اعتبرناها أو لم نفهم سياقها أو كانت هي شكوى لم يسبقها شكوى أخرى فكنا سنقول أن هذه الشكوى بمثابة طعنة للتحسن الذي بدأ في الأولى الأخير سيد عثمان لماذا في العلاقات المصرية السودانية عندما يكون الأمور طيبة والعلاقات متبادلة بشكل جيد لا يتم استدعاء مشكلة حلايب لكن عندما يتوتر الأمور يتم استدعاء مشكلة حلايب هل نفهم من ذلك أن مشكلة حلايب هي مشكلة يتم استخدمها سياسيا في كل البلدين نعم بالضبط هذا الوصف دقيق جدا إلى أبعد مدى وللأسف شريد يمكن أن يضاف لدقة هذا الوصف أنه بهذا التعامل مع قضية حلايب أصبحت لم تعد مجرد قضية سيادة مختلف عليها بين البلدين إنما تحولتها قضية جماهيرية بمعنى آخر أن الحسابات الجماهيرية لكل النظامين السياسيين في السودان ومصر الآن موضوع في الاعتبار بصورة أو في صدارة الأولويات لا يمكن التخاطف في هذه القضية ولا يمكن التحاول حولها أو التفاوض حولها بين البلدين دون استبعاد المزايدات السياسية التي تنشأ على خلفيات جماهيرية بمعنى أن هناك سياق تصل مباشرة بالشعبين تحاول هذه الأنظمة من خلال قضية حلايب مخاطبة الأزمات الداخلية في كل البلدين هذا يعني عمليا أنه من الصعوبة بمكان التحرك إلى الأمام في هذه القضية لا يمكن لمصر مثلا على سبيل المسال أن تبدي أي درجة من التنازل لأن هناك اعتبارات تتعلق بعلاقة النظام بشعبه هنا في السودان نفس الوضع هي قضية أصبحت ذات حساسية عالية جدا على المستوى الجماهيري وأي حديث حولها ولو كان موضوعيا عقلانيا لكنه لا يلقى أي ترحيب شعبي بل دائما تتحد فيه الحكومة مع المعارضة فإذا أصبح الوضع الآن هو صحيح قضية تستخدم كأداء من أدوات الصراع السياسي بين البلدين لكنها تحولت إلى أعمق من ذلك لتصبح بعد ذلك قضية تمس الشعبين بصورة مباشرة ولا يمكن التعامل معها حتى بعقلانيا إن أراد أي من البلدين التعامل معها بموضوعية نعم ينضم إلينا عبر الهاتف من القارة سيد محمد حامد الباحث في العلاقات الدولية سيد محمد لو تحدثنا على ما قالوا سيد عثمان أن القضية أصبحت تمس الشعبين بشكل كبير هذا يجعلني أسأل هل من الممكن أن نصل إلى حل في هذه القضية أم سظل هذه القضية هي قضية معلقة بين البلدين تستخدم سياسيا فترة وشعبيا فترة سيد محمد هل تسمعني سيد محمد حامد سؤالي لك كان في الحديث حول قضية حليب كما قال الكاتب الصحبية سيد عثمان أنها هي قضية تمس الشعبين وتجاوزت فكرة الاستخدام السياسي إلى فكرة أن كل نظام يتحدث إلى شعبه عن الحقوق الخاصة بهذه القضية سؤالي في ظل تمس كل نظام في البلدين بهذه القضية ألا يوجد هناك مآلات للحل حول هذا الأمر يبدو أننا فقدنا يعني لاتصال نعود صلى مرة أخرى دكتور بدري ما هي المآلات المنتظرة حول هذا النزاع أم أن النظامين المصري والسوداني لا يريد حل هذه القضية ويريد أن تظل تكون موجودة ومستمر هو طبعا الذي يسع إلى الحل هو النظام السوداني النظام المصري الحلايب هناك سيطرة عليها وهي مصرية من وجهة النظر لنظام المصري وبالتالي هي موجودة ولا يخسر شيء يعني هو بالأمر الواقع هو موجود بالأمر الواقع موجود من 95 وده السبب لماذا أثيرت هذه القضية في الأون الأخير ربما بسبب التنازل عن تيرانو سنافير فهو الذي فتح شهية النظام السوداني لكن هو يعلم أنه لا يستطيع أن يدخل في مواجهة حربية أو عسكرية مع مصر يعني يعلم أيضا أن مصر ترفض التحكيم الدولي وبالتالي الحل القانوني مستبعد وبالتالي الحل المتاح هو التسوية السياسية أو الوصول إلى التسوية السياسية وحتى هذا الأمر يعني ليس ملحا بالنسبة للحكومة السودانية يعني ربما وإلا ما كان أيام مباركة كان هناك مواجهة أو يعني سيطرة بالفعل على هذا على حلايب وشلاتين من قبل مصر ولم يحدث مثل ما يحدث الآن فالذي يسعى للحل هو النظام السوداني النظام المصري الأمور لا تهمه بل ربما يعني يحاول التهديئة مع السودان من أجل حل المشكلة الأكبر أو المواضلة الأكبر بتواجه مصر اللي هي إثيوبيا ولأن السودان ربما قد يكون له دور في موضوع العلاقة ما بين مصر وما بين إثيوبيا بيعتبره أنه هو في الفترة الأخيرة يعني ضامم إلى إثيوبيا في موضوع سد النهضة فربما مصر تسعى من خلال التهديئة إلى أن يكون السودان وسيطا أو يخفف من لهجة المعارضة لمصر يعني المفاوضات اللي جبل السبعة عشر في المفاوضات تحت سد النهضة اللي كانت في مصر وتقدم فيها التقرير الاستهلالي التقرير الأولي يعني حسب الرواية المصرية أن مصر السودان وإثيوبيا رفضت هذا التقرير يعني كان منطقي أن إثيوبيا هي التي ترفض لكن السودان أيضا والسودان كل تصريحاته الآن أنه هو السد غير ضربي وهو فعلا من وجهة نظر السودان أنه سيستفيد من موضوع تنظيم المياه وأن الحصة اللي كانت بتذهب إلى مصر بسبب عدم موجود خزانات كافية في السودان ستم حجزها في سد النهضة وستأتي إلى سودان ولا تأتي إلى مصر فبالتالي هو الآن مستفيد من هذا الأمر فبالتالي مصر تسعى إلى التهديئة مع السودان لكن تصوري أنه لن يحدث حل حلة لموضوع حلايب وشلاتين لأن الموضوع أكبر من كونه أنه يمكن أن يحل يعني كان أيام مبارك كان هناك محاولة للحل ومبارك وافق على فكرة حالة من التكامل بالنسبة لهذا الأمر لكن يعني هناك جهات في مصر في وقتها عرضت هذا الموضوع بشدة وبالتالي توقف نعم طيب عاد إلينا سيد محمد حمد الباحث في العلاقات الدولية والحديث عن رأيك هل سيكون هناك حالة للحل فيما يخص حلايب أم أن الأمر سيظل معلقا ومستخدما سياسيا أنا أعتقد أن الخيار الثاني هو الأقرب أن لن يتم التفاوض على حلايب بين مسجل وستدان نفس الخلافات من أنجل مصلحة الشعبين وأنا الفترة القادمة تحتاج للهدوء في الأقليل ليس التصايد في الأقليل فلا يمكن التأييد أو دعم أي سرع أو اشتباك بين مصر وستدان هناك مجمعهما أكثر من خارجهما ولذلك أنا أعرض أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التوطيد على القضاء وجدنا أن رئيس المخابرات السداني الجديد هو رجل مقرد من مصر وتعاون مع مصر كثيرا ويستطيع الكثير من ملفات المصرية السدانية سيد محمد هل أيضا في ضمن هذا الإطار الوعود المتعلقة بعودة السفير السوداني إلى مصر يعبر عن التهديئة في هذا الإطار أنا أكيد أعرض السفير إلى مصر السفير ستشهد في التهديد على القضاء المصرية السدانية والمحرية لكن هل ممكن أن التعاون بين السودان وأنقرة في ملفات عدة وربما أيضا الملف العسكري يؤثر على العلاقات المصرية السودانية وعودة السفير بشكل أو بآخر أعتقد أن السودان ومع تغيير رئيس تغيير السادة الأمنية في السودان في فترة الأخيرة أن ملف السودان أصدر يبدو أن هناك سيد محمد عزرا لا أسمعك جيدا بالتأكيد سنعود إليك مرة أخرى دكتور بدر فكرة تعاون العسكري بين أنقرة والخرطوم أو تعاون بين أنقرة والخرطوم هل يؤثر على العلاقات المصرية السودانية أم أن الأمر في إطار المناكفة لا أكثر على أقل يعني هناك نقطة نوضحها هو طبعا لا يخرج عن الإطار المناكفة لعدة اعتبارات الاعتبار الأول أن الدخول التركي أولا داخل من مبدأ تجاري وداخل من مبدأ سياحي ومبدأ تاريخي ثم المبدأ العسكري الذي يأخذ عدة سنوات يعني لو كان هناك ذعر كان هناك ذعر من المطالبة السودانية لروسيا بإقامة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر يعني إحنا دايما بيقول البحر الأحمر يهمنا عشان يأمن القوم من مصر فلما روسيا السودان هي اللي تطلب من روسيا مش بقى تركيا هي اللي راحت للسودان لا السودان طلب من روسيا وبصورة فجائية وروسيا حتى لم تبط في الأمر فهو ده اللي يقلق مصر المفروض يعني الأمر الآخر ولم تعترض مصر على ذلك لم تعترض مصر وبالعكس كمان أن كل التسليح السوداني بسبب العلاقات مع التاطر وعلاقات مع الولايات المتحدة هو تسليح روسي وبالتالي بل مصر أيضا عرضت على روسيا أن هي إقامة يعني علاقات أكبر في المجال العسكري عشان يبقى فيه منافسة للجانب مصر الأمر الآخر يعني يثبت أن الأمر يعني ليس بهذه الخطورة ويدخل في طار المناكفات أن فكرة البحر الأحمر بالرغم أن فيه معظم الدول المطلة عليه دول عربية من ساعة غلق باب المندب الولايات المتحدة وضعت مبدأ 73 وضعت مبدأ أنه البحر الأحمر بحيرة دولية خلاص مش هتقفل تاني واستغلت موضوع القرصنة في القرد الواحد وعشرين للتواجد بقوة في جنوب البحر الأحمر في باب المندب وفي هذه المنطقة وحتى هذه اللحظة وإقامة القواعد العسكرية والقاعدة في جبوتي وغيرها وبالتالي الأمر ليس متعلق بتركيا تركيا عندما تدخل في البحر الأحمر ماذا ستفعل وهل هتناكف مصر فالموضوع لا يدخل على الإطار المناكف نعم عاد علينا سيد محمد حمد البحث في العلاقات الدولية سيد محمد ربما يتساءل بعض لماذا مصر لا تتعامل بنفس منطق ترانو صنفير مع ملف حلايب يعني في ترانو صنفير يعني أعطت مصر هذه الأرض للسعودية وفق ما قالت السعودية أنها أرض سعودية وما قال أيضا النظام للمصر أنها أرض سعودية لكن في حلايب أيضا السودان تسر أنها أرض سودانية لكن التعامل مختلف لماذا لا أنا أعتقد أن قديمة ترانو صنفير قضية مختلفة سمعا حلايب بالشهلاتين ولا يجب المنقرن بينهما ووجدنا أن السفر السعودي أحمد القطن أصبح السفر السابق علان اعترف أن السعودية ترى وأن حلايب وشلاتين مصرية وتركيم الحريض المصري السعودي أجبت ذلك بالإضافة إلى أن لا يجب النظرة إلى التواجد في جزيرة السواكن السؤال السابق الذي لم أستطيع الإجابة عليه التواجد في جزيرة السواكن يعني أثر على أمن القوم المصري بالإضافة عندما وجدنا أن السودان أثرت مناس معينة إلى مصر وأن جزيرة السواكن لن يسقط مع أسكرية السود مارس ولن يكون نتقاد أسكرية كما يروجل بعد بلوة مجرد ميناء وإحياء الميناء فيه كان موجودا ببنى الدولة العثمانية وتطوير الأثر الموجودة في جزيرة السواكن ويجب التطوير بين مدينة السواكن وجزيرة السواكن لأن هناك خلاف كبير بالنسبة لقضية ترانو السمافير لا يجب منقشة الوقت الحالي لأن أخلاص تم إقرارها قضية حاليب وشالقين فهي مصرية ولاجب الجدال أو المناقشة في هذا الملف لأن هذا الملف محسوم ثلاثا من فترة بعيدة وكل كثل مدخل السابقة أنه يجب دعما نناقش هذا الملف من أجل نبذ الخلافات وتوطيد العلاقات بين مرسل والسودان ويدعم الشعبين في الملفات بينهما حتى أن يؤثر على العلاقات ويؤثر علاقات السنائية التأثير بين مرسل والسودان وأن الأقلين يحتاج إلى الهدوء والاستقرار والتنمية أكثر من الاشتباك والخلاف بين دولتين شركتين مثل مصر والسودان أو حتى مصر والسرادية بخصوص قضية ترانو السمافير نعم سيد عثمان مرغاني الكاتب الصحفي سؤال لك فيما يخص في نفس الإطار هل ما شجع السودان في الحديث عن حقها في حلايب هو تنازل مصر عن ترانو سمافير يبدو أن نشكرك الكاتب الصحفي سيد عثمان مرغاني سنعود إليك بعد قليل نفس السؤال لدكتور بدر هل هو فكرة أن عندما وجدت السودان أن مصر تتنازل عن جزء من أرضها لسعودية وتضع حلايب ضمن الحدود هو الذي شجع السودان لفكرة أنها تصر على أن حلايب أرض السودانية هو بالطبع هو طبعا المطالب أو الدعاوة السودانية موجودة زي ما قلنا من 58 لكن بتهدأ وعندما تحدث موسم داخلي في السودان ربما يعني يعيد التذكير بها النظام من أجل تحسين وزيادة التأييد له في الداخل لكن عندما جاء موضوع التران وسنفير كان لابد أن يكون يتحرك يعني زي فيما يتعلق به علاقة السودان بالسعودية وموضوع مشاركة في التحالف اليمن والسودان لم يأخذ شيء بل يعني شاركة وبدون موافقة البرلمان وهي الدولة العربية تقريبا إنشاركت بقوات برية مع السعودية في اليمن ولم تحصل على شيء فأصبح هناك مطالبة داخل السودان ما نسحب القوات لأنه لم يأخذنا من السعودية حاجة مصر خدت مليارات ونحن لم يأخذنا حاجة فبالتالي أيضا أنت أثرت شهية السودان أنه طيب ما أنت بتتنازله والسعودية لم تقيم الدنيا ولا تقاعدها فيما تعلق به تيران وسنفير وأنت أعطيتها الأمر طيب إحنا بقى حلايا بوشلتين كانت ميوبة نظر السودان كانت معهم إداريا من 1902 لغاية 1958 ثم حصل بعد كده هدوء لغاية 95 وانت استردتها بالقوة فليما كنت كانت مدرية ولم تكن دولة مستقلة لا لا طبعا ما نكون إداريا عشان كده أنا بقول تابعيتها إداريا إداريا للفظ يعني أعني جيدا لكن هو السودان عايز بقولك تم تيجي نشوف أي حل ليها حتى لو إطار تكامل يعني بس تديره أي جزئية مش عايزة أقول لحداك يعني ضمن أحد الاختراحات أعمل استفتاء احنا بنقول لا طبعا لكن العلاقات اللي بيننا وبين السودان أقوى بكثير وبالتالي المطلوب أنه هو يعني وقف التراشق الإعلامي لأن في ملايين هذا كان مطلب من السودان مهم جدا العلاقات عندنا مثلا حاجة اسمها اتفاقية الحريات الأربعة دي توقعت في 2004 اللي هي حرية التنقل والإقامة والعمل والبقاء في السودان ولكن للأسف مصر السودان نفذها يعني طبعا قبل ما يفرد التأشيرة مؤخرا ومصر التي لم تنفذها فعايزين نبني على القواس المشتركة ونعمل زي هولد كده أو تعليق لموضوع حلاب وشاتين والسودان حيقبل على فكرة نعم أشكرك شكرا جزيلا الدكتور بدر شفحي أستاذ العم السياسية بأكاديمية الأقادة دولية شكرا جزيلا لك وشكرا موصول لك كتب الصحفي عثمان مرغاني كان معنا عبر الأقمار للصناعية من الخرطوم وشكرا موصول أيضا لسيد محمد حامد الباحث في العلاقات الدولية المساقية مستمرة وبعد الفاصل نتابع